الرئيس السيسي في بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وقمة مرتقبة تجمعه بالرئيس الصيني ختم وفعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الفرنسي أمون 22 موسكو تعزز وجودها العسكري في بيلاروسيا والبيت الأبيض يلوح بالعقوبات حال الهجوم الروسي على أوكرانيا التاسع مساء في القاهرة السابعة بتوقيت جلنج نشرة إخبارية مفصلة مشاهدينك كرام تأتيكم من التليفزيون المصري فأهلا بكم موسيقى موسيقى على مدى العقود الستة الماضية شهدت العلاقات المصرية الصينية تطوراً مستمراً في المجالات كافة ليس هذا فحسب فقد أثبتت العلاقات بين القاهرة وبيكين قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية المختلفة والمزيد في سياق هذه النشرة موسيقى وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الصينية بيكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين هذا وقد أوضح متحدث الرئاسة بأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جيم بين وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين وأشار متحدث الرئاسة إلى أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الصين يتضمن أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني شي جيم بين وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على المستويات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم تشهد علاقات مصر مع الدول الكبرى تطورات إيجابية على مختلف الأصائد وتعد الصين من بين أهم القوى الكبرى التي ترتبط بمصر بعلاقات وثيقة وانتدت إلى مجالات مختلفة بدعم كبير من قيادتي البلدين حقبة جديدة ومتميزة من العلاقات الثنائية تشهدها مصر والصين خاصة في ضوء مشاهدة هذه العلاقات من تطور ودعم بتوجهات من الرئيس السيسي تطورات إيجابية في العلاقات وصلت لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي الذي وصل مسيرته في تعزيز وتعميق التعاون والتبادلات بين الصين ومصر والعالم العربي الزيرات المتبادلة بين بكين والقاهرة تعددت على جميع المستويات ففي عام 2014 قام الرئيس السيسي بزيارة إلى الصين تكللت بالنجاح في تطوير العلاقات لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتجل اهتمام القيادة السياسية في الدولتين بتطوير العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية حيث حرص الرئيس الصيني على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمم الدولية التي استضافتها الصين انطلاقا من تقدير الصين للمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر وخلال زيارة الرئيس السيسي إلى الصين في سبتمبر 2015 بمناسبة احتفال الصين بعيد النصر الوطنية في الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية أثنى الرئيس الصيني على الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين القمة الثالثة التي جمعت بين الرئيس سين السيسي ونظيره الصيني عقدت في يناير 2016 وذلك خلال الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر حيث حضر الرئيسان الاحتفالات المشتركة بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأعلن تدشين عام الثقافة الصينية في مصر وعام الثقافة المصرية في الصين قمة رابعة عقدت في هانتشو بناء على دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2016 فمن خلالها الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة وكانت القمة الخامسة في مطلع شهر سبتمبر 2017 تلبية لدعوة من الرئيس الصيني للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجية حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية الذي أقيم على المستوى الرئاسي على هامش قمة الدورة التاسعة لقمة مجموعة بريكس وفي سبتمبر 2018 جاءت الزيارة السادسة للرئيس السيسي للصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي وفي أبريل 2019 جاءت القمة السابعة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى بكين حيث نظمت الصين الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في العاصمة بكين بمشاركة الرئيس السيسي وفي ظل الوباء الذي اكتاح العالم سارعت نصر إلى إرسال المساعدات الطبية وعبرت عن مساندة الصين ودعمها في مواجهة هذه الجائحة وعلى إثر ذلك لم تنسى الصين دعم مصر لها في بداية الجائحة فسارعت بإرسال عدد من الشحنات من المساعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا في إطار التعاون بين البلدين عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة ملف الإيجارات القديمة بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستاجر وفي مستهل الاجتماع أشار مدبولي إلى أن هدف اجتماع اليوم هو فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة وهو ملف الإيجارات القديمة وفي هذا الصدد أكد مدبولي على ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية وذلك بهدف الوصول إلى صيغة عادلة وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي وقال مدبولي موجها حديثه لممثل مجلسي نواب والشيوخ إن هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها ولكنها قضية رأي عام مؤكدا على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة التاريخية وخلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة المشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون يتم طرحه أولا على الرأي العام يهدف إلى إجراء حوار مجتمعين بشأنه قبل إقراره من البرلمان وأشار رئيس الوزراء إلى موافقة مجلس الوزراء نهاية نوفمبر الماضي على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنة وهي خطوة في هذا الملف وفي سياق آخر التقى مدبولي برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ وذلك لاستعراض عرد من ملفات عمل الجهاز وخلال اللقاء عرض الشيخ موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن برامج تستهدف سقل مهارتهم الوظيفية والتخصصية وتأهلهم لاستخدام التطبيقات الحديثة التي سوف يتم استخدامها في العمل الحكومي موضحا أن حجم الموظفين الذين تم تدريبهم حتى الآن بلغ نحو 71 ألف موظف خضعوا لبرامج تدريبية شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإعلان خلال هذا الشهر عن خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي والخاصة بأهمية العمل على توطين صناعة السيارات في مصر وتطوير الصناعات المغذية لها جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء بعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات في مصر وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى عقد اجتماع مع عدد من وكلاء الشركات الخاصة بصناعة السيارات وكذلك المهتمين بهذه الصناعة كما تم إرسال استراتيجية صناعة السيارات لاتحاد الصناعات المصرية وخلال استقباله لمحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب أشاد رئيس مجلس الوزراء بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية العراقية سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق وأكد مدبولي إلى الرئيس السيسي اهتماما بمسارات التعاون مع العراق الشقيق وأضاف أن المشروعات التي تم تنفيذها في مصر خلال السنوات الماضية أكسبت الشركات المصرية خبرة متميزة وسرعة كبيرة في إنجاز المشروعات مؤكدا جاهزية مصر البدء الفوري في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق والتي سبق التشور بشأنها اختتمت فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الفرنسي أمون 22 والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام وذلك بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الترازات اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك أمون 22 والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الترازات واجتمل التدريب تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التقطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة فضلا عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الترازات للمقاتلات متعددة المهام موسيقى موسيقى كما تضمن التدريب تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالوقود في الجو موسيقى موسيقى وتنفيذ أعمال الاعتراض الجوي لصد هجوم جوي معادي ضد أحد الأهداف الحيوية والتي عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق وقدرة عالية على إدارة العمليات الجوية المشتركة موسيقى موسيقى كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلا جويا فوق سطح أهرامات الجيزة أبرزت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارون من كلا الجانبين موسيقى وعبر تقنية الفيديو كونفرنس ناقشت العناصر المنفذة سبل التعاون في التقطيط والتنفيذ للعمليات الجوية المشتركة بنجاح يأتي التدريب أمون 22 تعزيزا لأواصر التعاون العسكري بين القوات الجوية المصرية والفرنسية موسيقى وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل مساعدات عينية ومشروعات صغيرة وذلك في إطار تطبيق منظومة السياسة العقبية الحديثة للتأهيل بما يساعدهم على الاندماج داخل المجتمع موسيقى هادر يكون إنسان جديد من حق وفرصة للحال هنا بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون مساعدات عينية من أجهزة كهربائية ومواد غذائية ومشروعات صغيرة قدمتها وزارة الداخلية للمفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في إطار المنظومة العقابية الحديثة التي تهتم بالنزلاء عقب الإفراج عنهم وتلبي متطلبات واحتياجات أسر النزلاء الحقيقة شيء يفرح بالإضافة للمشروعات الصغيرة التي قدمت للأسر النزلاء السابقين التي تفتح لهم طاقة أمل وطاقة عمل جديدة فرصة تم إتاحتها للمفرج عنهم بمساعدتهم لإنشاء مشروعات صغيرة ليتمكنوا من التكسب من ورائها لمواجهة أعباء الحياة اليومية وحاولنا أنا أقف على رجلية تانية وارجع أبدأ مستقبل نفسه حياتي مستقبل جديد بشكر للسيد الرئيس عفتاح السيسي على وقفته معنا وأنه هو بسعيدنا وأنه هو بيخلينا حاجة في المستقبل أو حاجة في البلد كده أستري من ناردة عربية أعمل على أكل وعيش منها وأبدأ حياة جديدة وقد حرص قطاع الحماية المجتمعية على تنظيم احتفالية لتسليم هذه المساعدات التي تتسم بالدورية والاستمرارية وهو ما أشاد به المفرج عنهم وأسر النزلاء الناس كلها وقفة جاملة وبيقولولي أنت عايزة إيه؟ وعادوني طبعاً أن عايزة مشروع قالولي أن نعملولك كنت كتبة قبل كده على ما كانت قطاع جغوالي وللوقت كنت كتبة على جهاز جغوالي كل شهر خطبك يدينا مساعدات وعلى دخول المدارس وخطبك لبس الأولاد وشنطة كتب وأي حاجة محتاجينها بنلجأ ليهم وهم ما بيتأخروش عننا الاحتفالية شهدت فقرات موسيقية وغنائية قدمها نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل ودي النطرون تعكس نجاح البرامج المتخصصة لإسقال مهراتهم الفنية والتي يشرف عليها مختصون في هذا المجال كنت بمارس مهنة الإنشاد الديني وجدت هنا نمى معايا المهنة بطلع كل يوم بقام بروفوت وفي دكتور بيجينا مستفد برضو منه حاجة وتحرص وزارة الداخلية على إتاحة فرص عمل للمفرج عنهم في المشروعات الزراعية والداجينة والحيوانية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم الحياتية ومواصلة الحياة بصورة كريمة ما يساعدهم على الاندماج السريع في المجتمع المنظومة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية تعتمد على برامج إصلاحية متطورة أعدها خبراء ومختصون لإعداد وتأهيل النزلاء للاندخلات في المجتمع كذا تمتد الرعاية إلى المفرج عنهم وأسر النزلاء بتوفير احتياجاتهم ومسنداتهم لإقامة المشروعات وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخرا عبدالله بركات التلفزيون المصري أدانت مصر بأشد العبارات تعرض الإمارات الشقيقة لهجوم بثلاث طائرات بدون طيار والتي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضها وتدميرها وفي بيان الخارجية أكدت مصر رفضها البالغ لتلك الانتهاكات الإرهابية التي تقود ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية مجددا في الوقت ذاته دعمها الكامل لدولة الإمارات الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنها والمقيمين أيضا على أراضيها كما أدان البرلمان العربي هجوم قوات الحوثي بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه الإمارات وفي بيان أكد البرلمان العربي أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل قوات الحوثي تمثل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والموافق والأعراف الدولية كما تمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة محذرا من تقاعص المجتمع الدولي عن اتخاذ مواقف رادعة وحاسمة ضد هذه القوات وجدد البرلمان العربي دعمه وتضامنه التام مع الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها أعلن التحالف العربي تدمير 11 آلية عسكرية لقوات الحوثي خلال العمليات العسكرية في محافظتي مأرب وحجة وفي بيان ذكر التحالف أنه تم تنفيذ 14 عملية استهداف ضد قوات الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية مما أصفر عن تكبيد قوات الحوثي خسائر بشرية كبيرة أعلن العراق مقتل 30 إرهابيا في عمليات أمنية وضربات جوية خلال عشرة أيام والعمل على إنشاء خط صد ثاني خلف الحدود لمنع التسلل نهائيا وفي تصريحات صحفية قال معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق الركن قيس خلف قال إنه تم قتل أكثر من 30 إرهابيا خلال العشرة أيام الأخيرة مؤكدا أن العمليات ما زالت مستمرة ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية بالسودان اجتماع على لجنة وقف إطلاق النار الدائم والذي عقد في رئاسة الفرقة السادسة مشاب مدينة الفاشر السودانية بحضور عدد من قيادات قوات مسلحة وذكر مجلس السيادة السوداني في بيان صحفي أن برهان اطلع خلال الاجتماع على أسس تكوين اللجنة وطبيعة مهامها وآدائها خلال الفترة الماضية في سياق آخر أكد البرهان متانة وأزلية العلاقات بين السودان وليبيا وحرص بلاده على تطويرها لما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين وخلال لقائه الوفدة الليبية الزائرة للسودان وجه البرهان بتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الليبيين بما يعزز التعاون الاقتصادية بين البلدين مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة والموارد التي تتمتع بها ليبيا وأعرب البرهان عن أمنيات السودان وشعبه بالسلام والاستقرار والازدهار لدولة ليبيا الشقيقة اشتركوا في القناة قامت مصر بتجهيز معونة مساعدات عاجلة للبنان الشقيق تشتمل على 100 طن من المواد الإغاثية والغذائية و250 طن أيضا من المستلزمات الطبية هذا وقد أشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباش بمشاركة منظمات المجتمع المدني في تجهيز المساعدات كما أثنت على مجهودات المتطوعين من الهلال الأحمر المصري في إنهاء الإجراءات اللوجستية من تجهيز وتعبئة وتحميل وإرسال للمساعدات عن طريق البحر أعلنت رئاسة اللبنانية أنها توافقت مع رئيس الحكومة ناجيب ميقاطي على عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدة الجلسة تستهدف دراسة مسودة مشروع الموازنة العامة للدولة العام الحالي بصيغتها النهائية والبت في البنود العالقة على أن يقوم فريق عمل وزارة المال ووضع اللمسات الأخيرة على المشروع بناء على مدولات جلسات مجلس الوزراء التي عقدت اليوم وخلال الأيام الماضية وما زلنا في الشأن اللبناني حيث أعلن الرئيس ميشيل عون أنه سوف يغادر القصر الجمهورية في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل حتى لو لم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد كما شدد عون على جاهزية كل التدابير اللوجستية والتقنية التي تتطلبها الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في الخامس عشر من مايو المقبل وأشرعون إلى أنه يتصرف على أساس أن يكون مستعدا لإجراء هذا الاستحقاق الديمقراطي في موعده كواجب وطني ودستوري إلا إذا استجد سبب قاهر يفرض التأجيل لوحى البيت الأبيض مجددا بفرض عقوبات على روسيا حال هجومها على أوكرانيا التهديد الأمريكي يأتي بينما عبر النيتو عن قلقه إذا أم وصلت روسيا لحجدها العسكري حول أوكرانيا وأشار الأمين العام للنيتو يانس ستولتنبرغ إلى نشر روسيا المزيد من القوات والمعدات العسكرية في بيلاروسيا أكثر من أي وقت سابق خلال الثلاثين عاما الماضية ما زالت نزر حرب تلوح في الأفق على الحدود الروسية الأوكرانية أحدث حلقات تلك الأزمة المستعرة حديث حلف شمال الأطلنطي الناتو عن تحرك للقوات الروسية باتجاه بيلاروسيا واصفا هذا التحرك بالأكبر منذ نهاية الحرب الباردة التحرك الروسي بحسب الناتو يأتي بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عزمها نقل نحو ألف جندي أمريكي من ألمانيا إلى رومانيا بالإضافة إلى ما مجموعه ألفين جندي إضافي من الولايات المتحدة إلى ألمانيا وبولندا وفي إعلانه عن هذه التحركات أوضح المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أنها ستتم في الأيام المقبلة وستعمل تحت قيادة الولايات المتحدة معللاً الموقف الأمريكي الجديد بإرسال إشارة قوية إلى روسيا والعالم بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو الخطوة الأمريكية قابلها تعليق من الكريملين الذي أشار إلى أن نشر القوات الأمريكية يعني أن الولايات المتحدة تواصل تصعيد التوترات في أوروبا وهو ما يؤكد مشروعية قلق روسيا من هذه التطورات تصعيد أمريكي روسي يقابله حديث أوكرانيا المتكرر عن ضرورة انتهاج المصاري الدبلوماسي لحل الأزمة والتي إن تطورت للأسوأ فلن تبقي ولا انتظر في إطار تصاعد النشاط العسكري بالقرب من أوكرانيا أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن جهود روسيا وبيلاروسيا لإنشاء منظمة دفاعية متكاملة للبلدين بدأت تؤتي ثمارها تصريحات شويجو جاءت خلال حضوره تدريبات بالبخيرة الحية في بلاروسيا من جانبه قال الرئيس البيلاروسي أليكزاندر لوكشينكو إن بلاده ستعزز وجودها العسكرية على حدودها مع أوكرانيا بمساعدة روسيا بالإضافة إلى إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع موسكو وخلال اكتباع مع وزير الدفاع الروسي قال لوكشينكو إن بلاده مضطرة لتعزز وجودها مع أوكرانيا وبالتزامن مع التدريبات العسكرية بين روسيا وبيلاروسيا أعلن نيتو إجراءه لمناورات في البحر الأبيض المتوسط والبحر الإدرياتيكي وإرساله طائرات F مقاتلة من طراز F إلى شمال أوروبا حيث أرسل طائرات F-18 فوق دول البلتيق وبولندا ورومانيا ونزولا إلى البحر الأيوني أسفل اليونان تطورات تأتي فيما قالت الخارجية الصينية إن الصين وروسيا نسقطا موقفهم بشأن أوكرانيا خلال اجتماع بين وزيري خارجية البلدين في العاصمة بكين وفي بيان أعربت الصين عن تفهمها ودعمها لموقف روسيا بشأن الأمن فيما يتعلق بعلاقة موسكو بالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلاطي النيتو التاسع متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها الصحة العالمية تعزز أمال القارة العجوز بفترة هدوء بعد معركتها ضد كورونا اقترحت المفاوضية الأوروبية مد استخدام شهادات فيروس كورونا لعام واحد يستمر حتى نهاية يونيو عام 2023 وذلك بهدف تسهيل السفر في أنحاء أوروبا خلال الجائحة هذا وقد أعلن الاتحاد الأوروبي أن الفيروس لا يزال ينتشر بصورة كبيرة في أنحاء القارة على الرغم من إعلان مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا أن القارة الآن تدخل نهاية محتملة للجائحة يجب أن نكون مستعدين للجائحة كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن أوروبا قد تدخل قريبا في فترة هدوء طويلة بسبب معدلات التلقيح المرتفعة وانتشار المتحور أوميكرون الأقل خطورة واقتراب انتهاء فصل الشتاء وفي تصريحات صحفية قال مدير الفراء أوروبي من منظمة الصحة العالمية هانز كلوغ إنه يجب أن ينظر إلى فترة الحماية الأعلى هذه على أنها هدنة قد تجلب سلاما دائما ما بين تحويل إجراءات مواجهة كورونا للتقاعد في عدد من دول العالم وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس يبقى الوضع الوبائي العالمي حساسا فرنسا كانت أحدث دولة في أوروبا قامت برفع عدد من القيود الاحترازية المتعلقة بتفشي وباء كورونا وذلك بهدف تخفيف الحياة اليومية للفرنسيين فلم يعد وضع الكمامة إلزاميا في الأماكن المفتوحة بالإضافة إلى إلغاء القيود التي كانت مفروضة في الأماكن التي كانت تستقبل الجمهورة جالسا فرنسا لم تكن وحدها التي اتخذت تلك القرارات فباتت سلسة دولة أوروبية تعلن تخفيف القيود بعد إنجلترا والدنمارك إسر عن حصار عدد الإصابات اليومية لديها أما إسبانيا فقد قررت فيها السلطات الصحية التعامل مع كورونا على أنها في الونزا أو نزلات برد عادية مشيرة إلى أنها ستتمكن من تخفيف الإجراءات اعتبارا من الحايد عشر من فبراير في كتالونيا بعد نحو شهرين من الإغلاق وأمام ذلك كله خرجت منظمة الصحة العالمية محذرة من إعلان بعض الدول الانتصار على الفيروس كما عبرت عن قلقها من ارتفاع عدد الوفيات في غالبية مناطق العالم ودعت إلى توخي الحضار فعلى الرغم من جرعات اللقاحات العالمية التي تقترب الآن من العشرة مليارات جرعة يتم إعطاؤها إلا أن هناك فجوات هائلة من جانبها أعلنت إسبانيا قواعد سفر خاصة مشددة تزامنا مع تزايد تفاشي فيروس كورونا من أثار خيبة أمل كبيرة للمسافرين البريطانيين الذين يخططون لقضاء عطلات نصف العام في إسبانيا ونقلت وسائل أعلام عن الحكومة الإسبانية قولها إنه يجب على السياح المسافرين إليها الحصول على نتيجة اختبار سلبي لكورونا قبل السفر بأربع وعشرين ساعة فقط وذلك بعد أن كانت ثماني وأربعين ساعة منذ يونيو الماضي أعلنت البحرين تحديث إجراءات دخول المسافرين عبر مطارها الدولي اعتبارا من يوم غد وفي بين قالت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين إنه سوف يتم تحديث إجراءات الدخول للمملكة عبر مطار البحرين الدولي بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لمرض فيروس كورونا حيث سوف تتم إلغاء إلزامية إبراز شهادة فحص بي سي آر قبل الصعود للطائرة لجميع القادمين مع استمرار إجراء الفحص عند الوصول إلى المملكة شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج احتفالية تسليم عدد 40 منزلا بعد إعادة إعمارها بقرية المنصورية مركز أدراوب أسوان في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخلال زيارتها لأسوان سلمت الوزير مراكب صيد مزودة بأحدث أدوات الصيد والشباك كما تفقدت القافلة الطبية التي تم اعتمادها لتوقيع الكشف الطبي على العيون وإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة وأثنى الوزير على الجهود التي تم بذلها من أجل إعادة إعمار المنازل أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة توصيل الغاز الطبعي لحوالي 13 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات مصر كافة جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الدوري لاستعراض أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والعمل على تذليل العقبات التي قد تعوق تحقيق معدلات التنفيذ المخصطة وفقا للبرامج الزمنية المحددة وأشار وزير البترول إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 98 قرية وجاري تنفيذ الشبكات الأرضية لمئة قرية وتنفيذ أعمال المسح الميداني والرفع المساحي لمائة واثنتين وأربعين قرية أعلنت وزارة الصحة تقديم الخدمة الطبية والعلاق بالمجان لمائتين وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وستة وأربعين مواطنا من خلال مائة وستين قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي ويأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية هذا وقد أوضح بيانا للوزارة أنه تم إجراء ثلاثين ألفا وثلاثمائة وأربعين تحليل دم وطفايليات وآشعات وعقد ثلاثة وأربعين ألف الندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين تتوصل أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية قهبونة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية وفي إطار المتابع الميداني على بعض مشروعات تم المرور على مستشفى قهبونة والذي تخطط نسب الإنجاز به خمسون بالمئة بالإضافة لمجمع الخدمات الزرعية الذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى خمسة وتسعين بالمئة ومجمع الخدمات الحكومية والذي وصلت معدلات الإنجاز به إلى نحو ثمانية وتسعين بالمئة نظمت مدرية الصحة في بني سويف قافلة طبية إلى إحدى قرى مركز إهنسيا غربي المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين داخل القرية وقال وكيل وزارة الصحة في بني سويف محمد يوسف عبد الخالق إن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1700 مواطن في عشر عيادات وتسعة تخصصات للكشف على المواطنين وصرف العلاج وعمل الأشعات والتحليل بالمجان وتحويل الحالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج القافلة تضم تسع تخصصات طبية من خلال عشر عيادات متنقلة لتوقيع الكشف الطبي على هالينا في مركز إهنسيا بجانب استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة الأشعار العادية والأشعار التلفزيونية توقيع الكشف الطبي للاكتشاف المبكر لأمراض الضغط والسكر تحويل الحالات اللازمة لمستشفيات الأحالة تم توقيع الكشف الطبي على 1700 متردد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن منشور يزعم إصدار الحكومة قرارا بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع وذلك نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا أقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي التي أكدتا أن إجازة منتصف العام الدراسي للمدارس والجامعات سوف تبدأ في موعدها المحدد وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي حيث من المقرر أن تبدأ في الخامس من فبراير الجاري وحتى الخاميس السابع عشر من نفس الشهر أعلنت وزارة الصحة فحص 70 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديث الولادة وتقديم العلاج بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة وأوضحت الوزارة أن المبادرة في مرحلتها الأولى تقوم بالكشف عن 19 مرضا وراثيا للأطفال المتسربين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديث الولادة بكافة الحضانات في المستشفلات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب قالت إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رفعت سخف حقوق الإنسان وبرهنت على الجدية الدولة المصرية في تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة جاء ذلك خلال لقائها بكريستوفر ليمون نائب مساعد وزير الخارجي الأمريكي لديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وأضافت خطاب أن الاستراتيجية تحمل المزيد من الحقوق وتحمل أيضا الحكومة مزيد من المسؤوليات من خلال الالتزام بتنفيذ بنودها خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تمديد حالة الطوارئ واستجابة الحكومة لمطالب المجلس بتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر من جاته أوضح مسؤول الخارجي الأمريكية رغبته في مناقشة رؤية المجلس بشأن كيفية المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعرف على المجالات ذات الأولوية أطلقت وزارة الأوقاف مشروع قوافل سقوك الأطعام من خلال البدء بأربعمائة طن على أن يتم توزيع مائة طن من اللحوم شهريا على مائة ألف أسر اعتبارا من شهر فبراير الجاري وبسعر ثلاثمائة جنيه لسق الطعام يأتي هذا المشروع في إطار عدد من المشروعات التي أطلقتها وزارة الأوقاف والتي تخص قوافل سقوك الإطعام وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من الطعام للفقراء والمحتاجين في عدد من المحافظات أنا بأعتبر ده واحد من أهم المشروعات الاجتماعية اللي بتنفذها وزارة الأوقاف وحضرتكو تابعتم معنا النجاح الكبير لمشروع سقوك الأضاح ده شجعنا أن ننطلق في سقوك الإطعام وبنأكد أن ده بقى مستمر على مضاعي العام البداية النهاردة بدأنا مع السادة المحافظين مع وزارة التضامن ندقق قعدة بيانات بالمستهدفين الحقيقيين الأولى بالرعاية بالفعل المستهدف أن نصل للأسعى في المرحلة الأولى مرة كل شهر بدل أن كنا نصل لهم مرة في العام في سقوك الأضاحي يبقى التوزيع على مضاعي العام نستهدف في المرحلة اللاحقة أن نصل إليهم كل أسبوعين ويمكن أن نصل إليهم إن شاء الله في المستقبل كل أسبوع كما أكدنا البداية بمئة ألف أسعى النهاردة في خمسة لمحافظتي القاهرة والجيزة غدا سلسة ألف أسعى بمحافظة الدق أهلية ويستمر التوزيع بواقع خمسة وعشرين طن كل أسبوع بواقع مئة طن كل شهر أعلنت وزارة الصحة أن المعهد القومي لكلة والمسالك يقدم خدماته لأكثر من سبعين ألف مريض سنويا من خلال العيادات الخارجية وخلال المؤتمر السنوي للمعهد القومي لكلة والمسالك أكدت وزارة الصحة أنه يجري نحو خمسين ألف جلسة غسيل كلوي سنويا إلى جانب تقديم الخدمات الطبية المختلفة حقيقة في المعهد القومي لكلة والمسالك البولية المعهد بيعمل يعني من قبل كان عبارة عن مركز أو عبارة عن قسم خاص في مستشفى المطالي التعليمي بعد كده أنشئ المعهد سنة ستة وتسعين الحقيقة وزارعة وكلة بدأت من سنة 88 وحتى الآن إحنا عملنا أكتر من ألف عملية الحقيقة زراعة كلا معظمها من الأقارب درجة أولى ودرجة تانية والحقيقة في نجاحات بطرقها إلى النجاحات العالمية على المستوى العالمي نحتفل باحتفالين في نفس الوقت أولاً بنحتفل بمرور 25 سنة اليوبيل الفضي على تأسيس المعهد بقرار رئاسي وبنحتفل كمان بمرور أو إنجاز أكتر من ألف حالة زراعة الكلا جراحات زراعة الكلا طيب اللي احنا نقدر نقوله في الفترة دي إن في ظل التوجه الحالي والاهتمام بالصحة حصل تطوير ضخم جداً وتطوير في قسم العمليات الكبرى وحصل تطوير كمان في التجهزات والإمكانيات قدرنا أن احنا ندخل كل التخصصات الفرعية مناظير البطن والجراحات المتطورة بيها قدرنا ندخل المنظر المرن واستخدام الليزر للتفتيت الحصوات حقيقةً احنا عدينا أكتر من ألف حالة لزرع الكلا يمكن ألف مية وستين مية وسبعين حاجة في هذا الرقم فاحنا بنحتفل بالألفية لحالات زرع الكلا غير إنه تتزامن مع اليوبيل الفضي يعني مرور 25 سنة من العطاء المستمر للمعهد القومي لكلا ومسالك البولية حقيقةً المعهد في الوقت الحالي بيتجي اتجاه يخدم به مصالح المواطن والدولة أنجزنا كديد من حالات القوائم الانتظار بالنسبة للأورام والحصوات وكذلك حالات زرع الكلا أنا عم شارك كرئيس منتخب للجامعية العربية وكرئيس للجامعية اللبنانية أكيد نشارك الخبرات بزراعة الكلة أهم شيء بأمراض الكلة أمراض الكلة كتير مهمة بالدول العربية ولازم نتشارك كل الدول الأشقاء بخبراتنا لتطوير علاجات والمهم اليوم نحن نتشارك بزراعة الكلة ونحمس جميع الدول العربية والأخوان أن يشجعوا زراعة الكلة لأنه هي العلاج الأفضل عطول لأمراض الكلة أفضل من غسيل الكلة سنشارك هاليومين كل خبراتنا بكل بلدان العربية المعهد القومي طبعا منذ إنشاؤه هو صرح كبير مهتم بعلاج أمراض الكلة والمسالك البولية وزراعات الكلة وجراحات المسالك البولية كلها المعهد طبعا إنشاؤها تطور كبير على مدار السنوات الماضية والحقيقة فيه مخططات أخرى للتطوير أكثر وأكثر إنشاء أفرع جديدة للمعهد واحد في منطقة كونيشن نيل عند مبابا في الأرض التابعة اللي هي العامة الشتماعات التعليمية وفرع آخر ضمن مدينة طبية الموجودة أو المزمعة إن شاء الله إن شاءها في شرق القاهرة برضو تابعة اللي هي العامة الشتماعات التعليمية تتواصل فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات وندوات الفنية والثقافية فيما له صلاة سلمت وزيرة ثقافة إناس عبدالدايم جوائز الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المعرض وإيمانه بأهمية الثقافة والفن في تعمق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن وخلال تسليمها الجوائز أكدت عبدالدايم أن المعرض يجسد الحراكة التنويرية ويعكس الرغبة الجادة في تلقي المعرفة ووجهت التهنئة للفائزين بجوائز هذه الدورة التي عبرت عن توهج الثقافة المصرية بما يؤصل لأهمية وقيمة القوى الناعمة في تشكيل الوعي المصري للإسبوع الثاني على التوالي يستقبل معرض الكتاب في نسخته الثالثة والخمسين الزوار ليشهد زخما فكريا كبيرا يجمع بين القراءة والندوات التثقيفية والندوات التي تشمل جميع مناحي الثقافة والفنون المعرض جميل حلوة الأنشطة التي فيها كلها متنوعة سواء أطفال سواء كبار سواء الأدب نفسه أو الثقافات الموجودة متنوعة وطبعا دف الشرف السندي ديونان معنا فجناحهم حتى مميزين تنظيم فوق الرائع والمعرض قوي يعني المعرض من المعرض في الوطن العربي قوية جدا وما ينفعش تتفوت يعني فرصة لكل ناشر ولكل مكتبة عربية المعرض القاهرة بيفيدني كثير يعني بيزودني بحاجات كثير بقى بشوف ناس جديدة بتعرف على كتب جديدة بتنزل وبشوف أساليب جديدة في الكتابة ويتميز المعرض هذه الدورة بمبادرات فريدة مثل ثقافتك كتابك التي لاقت رواجا وسط الحضور حيث تصدرت المبيعات بخمسة وستين ألف نسخة المختلف اللي هو بسم الله ما شاء الله بنحس اللي فيه عنهم بتزيد أصلا ودوره الناشر بسم الله ما شاء الله كل سنة فيه جديد وبصراحة يعني مباهرين الناس كلها بالأسعار الأسعار جميلة جدا وحاجة فوق الوصف بصراحة وحاجة مشاريفة والله فيها لا أنا والله جيت هنا كذا مرة من زمان بتاع أربع خمس سنين وراي فيه إن حلو كواس جدا فيه معلومات كتير جدا ممكن نكسبها أنا جيت هنا من زمان جيت مرتين تلاتة ودي ممكن ربع مرة وإن التنظيم حلو وإن هم عاملين ركنل كل حاجة معينة فرحان أن فيه حاجة زي كده عشان تشجعنا كلنا نحن نكرق ونثقف نفسنا وبذات إن ما شاء الله فيه شباب كتير ده معنى أن كلنا بدأنا ندول الكتب ونبدلها مع بعض وممكن طبع أن نيجي إحنا وصحبنا ونبدل الكتب لما يتخلصوا ونخلصها في حاجة كويسة يعني لأ وبصراحة جميل جدا وتأتي هذه النسخة من معرض الكتاب ببصمة تكنولوجية متطورة حيث وصل عدد زوار المنصة الرقمية لأكثر من ثمانين مليون زائر لما توفره من جولات افتراضية وحجز إلكتروني للتذاكر بالإضافة لعدد غير قليل من القراءات للكتب الرقمية وعود مشاهدين الكرام إلى الخبر الأبرز في هذه النشرة حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والاشرين وأوضح متحدث الرئاسة بأن مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الصينية شي جي بينج وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الصينية بكين بالمشاركة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جينبينج مع عدد كبير من زعناء العالم وتعكس زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين عمق الروابط التاريخية التي تربط مصر والصين ومدى الحرص على تعزيزها في كافة المجالات حيث تشهد العلاقات المصرية الصينية تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة سواء الاقتصادية والسياسية والثقافية وكذا الرياضية ولدى وصول سيادته إلى العاصمة بكين كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة الصينيين وكذا أعضاء السفارة المصرية في بكين افتتح محافظ جنوب سيناء خالد فودة ثلاثة فصول ذكية بوادي مندر التابع لمدينة شرم الشيخ وتضم الفصول الذكية أحدث التقنيات التي تساعد على التعليم بالطرق العلمية الحديثة وأيضاً تنمية المهارات لدى الطلاب حيث تتسع لنحو أربعين طالباً وطالبة كما تبع أيضاً محافظ جنوب سيناء العمال الجارية لتطوير مدينة دهب والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 50 مليون جنيه شاملة البنية الأساسية وأيضاً تطوير الميدين في إحدى كرة محافظة جنوب سيناء قرية ودي مندر في الحقيقة الفكرة نشأت لما كنت بعدي على المدارس وأشوف أن ما فيش تعليم للبنات بعد سنة ستة ما فيش بالبدويات بعد داخل الأوديان فيش تعليم لهم لأن هم الفصول اللي موجودة ومدارس اللي موجودة هناك بتدرس حتى سنة ستة طب اللي بتكمل إعدادي بيتنقل المدينة يروح يدرس في المدينة إعدادي فكانوا أولادنا وأهلنا تبقى لعدادهم وتقاليدهم يعني بيقدر الولاد وما بيقدرش البنات الموضوع ده بعد أنا دكت قضيتي ده أنا أعلم البنات وفي الحقيقة عملت مجود كبير جدا أستاذ وزر التربية والتعليم استجاب استجابة جمدة جدا في الحقيقة يعني وحطيني من أوائل المحافظات اللي هي مديني بالفصول الزكية الفصول التعليمية اللي دي بتركب والفصل ما شاء الله زي ما انت شايفه في كل حاجة فيك مراوح فيه التكييف فيه السكبرة الزكية فيه التسجيل فيه فيه كمان بنك للمعلومات أو بنك للموضوعات سمع مدن شغالين بنعلم بناتنا بالطريقة دي إعدادي ثم سنوي ثم يخشوا جامعة الملك سلمان وأما الآن مشاهدين الكرام فننتقل إلى أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية تستعرضها لنا حكمة عبد الحميد إليك حكمة شكرا أميمها شكرا محمد وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة التسعة أكدت وكالة موديز لتصنيف الاعتمالية أن قوة الأداء المالي والنمو الاقتصادي يدفعان البنوك المصرية نحو نظرة مستقبلية مستقرة وأشارت موديز إلى أن استقرار أو استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحدية وزيادة القوية بمعدلات الإنفاق ستعملان على دعم النمو الاقتصادية بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرص تجارية وفرال البنوك أعلنت وزارة التعاون الدولي تفاصيل التمويل التنموية الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي 2021 بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وذلك بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص من بينها منحن تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبا 5% من إجمالي تمويلات 2021 جاء ذلك خلال التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي تحت عنوان تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل أنهت البورسة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بتراجع جماع للمؤشرات ذلك بعد سعود دام ثلاث جلسات متتالية وسط أحجام تداول منخفضة وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749 914 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 46 من 100% ليغلق عند مستوى 11638 نقطة انخفض مؤشر أشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سابون متساول أوزان بنسبة 5 من 100% ليغلق بذلك عند مستوى 2163 نقطة هبط مؤشر اي جي اكس 100 متساول أوزان بنسبة 18 من 100% ليغلق عند مستوى 3193 نقطة نتحول إلى أسواق البترول العالمية حيث انخفضت العقود الأجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 45 من 100% إلى 89.7% للبرميل هبطت العقود الأجلة للخام الأمريكي بنسبة 57 من 100% عند 87.76 دولار أكدت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري على أن الدولة بصدد تسديد قروضها والوفاء بجميع تعهداتها ونفقاتها بشكل طبعي مؤضحة أن الدولة ليست مهددة بالإفلاس وأكدت وزيرة المالية التونسية أن الدولة المفلسة هي التي تكون غير قادرة على سداد ديونها مؤكدة أن ما تم ترويجه بخصوص اللجوء لمدخرات التونسيين لدى البريد التونسي لصرف الأجور لا أساس له من الصحة انتهت الوقفة الاقتصادية وعودة مرة أخرى إلى أميمة ومحمد فإليكما شكرا لك حكمة تحل اليوم ذكرى وفاة أيقونة الطرب في الوطن العربي كوكب الشرق أم كرثوم والتي رحلت عن عالمنا في الثالث من فبراير عام 75 كانت حياة أم كرثوم الفنية مليئة بالأعمال المميزة سواء الأغاني أو الأفلام وأطربت الملايين في شتى بقاء العالم خلال القرن العشرين وإلى الآن صوت عذب ملأت دنيا بحالة من الشجن سيطرت بصوتها على قلوب وعقول كل من سمعها وأصبحت على مر الأجيال والعصور صوت كل حال محب إنها سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كرثوم موسيقى فاطمة إبراهيم البلتاجي هو اسمها الحقيقي ولدت بمحافظة الدقاهلية وحافظت العديد من القصائد وبدأت الغناء عندما بلغت العشرة من عمرها واشتهرت في مصر وفي كل ربع الوطن العربي خلال القرن العشرين عام 1924 يعد العام الأبرز في مسيرة كوكب الشرق الفنية حيث تعرفت على الشعر أحمد رامي الذي كان الأساس في إبراز نجوميتها وفي عام 1928 غنت أم كلصوم مونولوج إن كنت أسامح وانسى الأسية لتحقق أعلى مبيعات وقتها كما كانت أول من غنت في الإذاعة المصرية عقب افتتاحها في مايو من عام 1934 خاضت أم كلصوم تجربة التلحين لنفسها في أغنيتينهما على عين الهاجر ويا ريتني كنت النسيم وفي عام 1943 تم تأسيس نقابة الموسيقيين وكانت أول نقيب لها وظلت في المنصب لمدة عشر سنوات تزوجت أم كلصوم من الدكتور حسن الحفناوي في عام 1954 وحتى وفاتها وحصلت على العديد من الأوسمة والجوائز ومنها قلادة النيل ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى ووسام الأرز من لبنان ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من سوريا ومن أشهر أغانيها هو صحيح الهوى غلاب وإنت عمري وسيرت الحب والأطلال وأمل حياتي كما أخذت تجربة التمثيل في ستة أفلام منها وداد ونشيد الأمل عانت كوكب الشرق أم كلصوم من رحلة علاج قاسية لمراضها بالغدة الدرقية حتى انقطعت عن تقديم الحفلات في عام 1971 وكانت أغنية ليلة حب آخر ما غنت به إلى أن توفيت في الثالث من فبراير من عام 1975 لتغيب عن عالمنا ولكنها ما زالت حاضرة بأعمالها الفنية الرائعة الآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة التاسع إذن هذه عودة مرة أخرى إلى حكمة عبد الحميد إليك حكمة شكرا أميمة شكرا محمد مرة أخرى والوقفة الرياضية المهمة في هذا اليوم يلتقي المنتخب الوطني الآن مع نظره الكاميروني في الدور نصفا نهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي تعرض لاعب وسط الأهلي عمار حمدي لإصابة في الركبة أثناء المشاركة في التقسيمة خلال المران الجماعي للفريق استعدادا لمواجهة مونتير المكسيكي في بداية المشوار مشوار الفريق بكأس العالم للأندية يوم السبت المقبل وغادر عمار المران بصحبة طبيب الفريق لأحد المستشفيات القريبة للخضوع لأشعة رانين على الركبة تأهل الجزيرة الإماراتي إلى الدور الثاني لمطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على براي التاهيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في الدور الأول من المسابقة بهذا الفوز ضرب الجزيرة الإماراتي موعدا مع الهلال السعودي في الدور الثاني يوم الأحد المقبل انتهى التعالف الرياضية وعود مرة أخرى إلى أميمة ومحمد إليكم شكرا لك حكمة حالة من الترقب والقلق تسودان الأوساط العربية بشأن مصير الطفل ريان الذي سقط في بئر عميق في المغرب وسائل إعلام مغربية أعلنت أنه تم حفر ما بين 19 و30 مترا من أصل 60 مترا لإنقاذ الطفل ريان ووفقا لوسائل إعلام مغربية تبحث السلطات المحلية عن الطفل منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء مستعينة بجرافة منوهة إلى أن الطفل ريان لا يزال على قيد الحياة وعالقا على عمق 35 مترا في البئر وأنه يعاني إصابة وجروحها طفيفة على مستوى الرأس والآن إلى وقفتنا الخاصة بحالة التقص وتوقعات قبراء الأرصاد الجوية مع حكمة عبد الحميد مرة أخرى ثالثة وأخيرة أميمة محمد شكرا لكم وهذه بالفعل وقفة مع أخبار الجو بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة تقص بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحل الشمالية الغربية مائل البرودة على سواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد أيضا بينما يسود ليلة تقص شديد البرودة على كافة الأنحاء بيصل إلى حد السقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد وهذه درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله على بعض المدن والمحافظات نبدأ من القاهرة 16-10 الأسكندرية 16-11 بورسعية 18-11 الإسماعيلية 16-10 سويس 16-10 العريش 18-11 طابة 15-11 شرم الشيخ 20-14 الغردقة 21-13 الأقصر 18-9 عما أسوان فهي درجة الحرارة هناك 20-10 الوادي الجديد 19-6 شلاتين 24-12 حلايب 21-13 الآن بنستعرض مع حضرتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نترككم الآن مع أبرز لقطة في هذا اليوم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر